تابعونا على صباحات التواصل الاجتماعي للبنك الشعبي الموريتاني السلام عليكم مشاهدين الكرام رمضان كريم وكل عين وانتم بخير انا محمد علي وهي حلقة جديدة من بودكاست مشاير ضيوفنا الليلة ما مجدد على بودكاست مشاير يقال الجديد عنه مجددنا الليلة في البلد سدون محمد وماما المصطفى شحاركم يا كنفس ماشا الله الحمد لله شحاركم حمد لله مرتمعا بخير لا تشعروا بشي حمد لله بخير حمد لله ماذا سيكون عمركم من الفترة زينة 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 حتى الحمد لله حسنا سأتكلم عن أي شيء نختاره نعرفو سدون أكثر وماما أكثر يقال من هو سدون وراء كاميرا سدون وراء سدون الفنان وماما وراء ماما المؤثرة بالنسبة لينا أصلا ذوك الألقاب والمسميات اللي جير رقاج نتري عرفوا براسه نحس لها لا محاولة إياك إذا بتشي وأنا ما نجاهل إياك إذا بتشي لذلك لا خليكم تتعرفوا لي لذلك الجواب على سؤالك بكل بساطة أنا ماما سدون من هو سدون لما تشوف الناس؟ صراحة ما فهم ياسر من شي قد نقولو بي اللي حسنا ما هي شرط على أني نعطي نعطي أنا منه في الانترنت والله نعطيها للناس صراحة ذيك رواية هي اللي نحس على أنها لابد من هي كانك تم نفسك تعد نعرف كومان صراحة نوضحي غير بعد نختار جسما الناس تعد تكايسة كانت أحكم على أنت منه في الانترنت والذي تمركت نفسك في الانترنت مثلا معتنا سدون ما هو سدون اللي يشوف في الحقيقة؟ صراحة قد نقول لك أنه ما هو نفس أي مشبه؟ ناسي اللي تحكم ناسي اللي تحكم ماما بالنسبة لك أنت أي مشبه؟ ماما اللي يشوف كاميرا والله ماما اللي في الحياة الطبيعية نحس أنهم نفس الشخص ما نحس على أني نغير أي شيء طبعا اهدأ أنا شوية قدام الكاميرا بالذي رواية اللي يتم تعله فيديو والله سناب لي تعله مرات يقير من قد الشخصية أنا نفس الشخصية واضح وعندما ندخولك في المجال المجال السوشال ميديا بالنسبة لك أنت ما هي أكثر الروايات التي ترى عنهم مثلا ما هم مثلين عندك حتى في مجال السوشال ميديا روايات سربية مثلا من الروايات السربية في المجال نحن على أنك الناس شاكة على أنك وفرص عليك متبرر أي شيء عدرته وشاكة مولي على أنك عادوا حاكمين حياتك كذلك يقدوا يساربون لك أي شيء يبقوا يساربون يقدوا يتنمروا عليك على راحتهم يقدوا يتكلموا بك ويقولوا بك الخاسر وانت كي روبو ما عندك أي مشاعر لذلك حاس على أنه من السلبيات التي في السوشال ميديا وحاس أموالي عن عالم السوشال ميديا ما هو ذي شاكين عنه الناس شاكين وارجي هو ما هو وارجي شايفان تيفي شايفان تيفي شايفان تيفي لأنه من الصعاب طبعا تقول عن فيرفاضا يقاريك الفاضا ما هي مقدمة على طبق من ذهب اللي تجبر قد مراها ياسر من التحديات من مجتمعك ومن محيطك ومن أهلك ولا يقالف كيف ظهرك ياسر من الكلام اللي يمومونك لذلك لا يوجد شاك الناس عنه وتقول عن ساوي أنك تتحمل ذو كل أمور إذا كنت مواصلة في السوشال ميديا حسب الإنسان وشخصيت وانه يعتقد أن تساوي لك أي شيء قابل في الحياة ما هو قابل على السوشال ميديا أي شكل أي رواية اللي تعدل هنا يعتقد أن تساوي لك أنك تكونتيني تكونتيني لذلك رواية ما خاصة بالسوشال ميديا لذي خارج أي رواية في الحياة واضح، سيدون كيف تساوي عالم الفن؟ صراحة الموسيقى والفن أي شيء في ذاك العالم نحس على أنه رواية خاصة وزينة صراحة لا أحد ما يفهمها يكون أحد داخل فيها ونقرها باللي الناس تشوف منها اللاجان تشوف الأرتيست مخى أغنية مخى ألبوم يعبر عن رواية في موسيقى وعطي بعض رسالة من أغنية وقال يشوف الأرتيست مخى أغنية لكنه أغنية وراء وراء ياسر لكنه يبقى وراء وراء نحن سألعر نعم أفهم ياسر ليس صراحة كما قال هذا ما نرى وقال أنه عالم الفن وعالم موسيقى صرته في موريطان يجي ياسر من صراحة الأمور ياسم تحديات ياسم تحديات وحده ياسر 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 صراحة صرته نية الأشخاص تجاه الناس تشتغل معك الناس الذين تشتغل في بلايس أخرين عدوا ما يختاروا لقاء الخير عدوا قدوا يبلوكوك شمال رواية يجبروهم ويعدلوها معناها ياسر من مشاكل في عالم الموسيقى وموريتان الناس لا ترعي به ياسر من لوساخ موالي صراحة لا تريد أن أقول عبارة أخرى ياسر من لوساخ ما هو عالم صافي ما هو عالم صافي نهايا معناه مجال الموسيقى والفن يشابه مع مجال السوشال ميديا نفس ونفس أي مجال في الحال وأي شخص يرون بعيد يقولون أنه عالم وردي وعالم زينا لماذا أصاب لي؟ نحن كسنابشاترز دائما نأخذ ذلك الروايس كما نأخذ الصورة كما وإذا ما يروننا نحن لدينا كاميرا وعندنا تلفون وعندنا جمهور نأخذ له لا طاقة الإيجابية لا نختاره ونأخذ له شيء سلبي يقول لدينا جابرين قليلا نجبر العين مثلا فلان يلقى ذلك لا يمرض دائما يأكل في الستوران دائما سعيد فلان يقولون أنه نحن نساهم فيه فلان في الحقيقة لا أخذ الحقيقة وردي الحياة كاملة كل أحد لديه رحلة خاصة بي ومصاعب والذي تقول عنه من الطبيعي أنه رجاج يعود نعات الجانب الذي لا يوجد حياته لماذا دائما نختاره ونأخذ الجانب الإيجابي أهوان أهوان لأنك نعات الجانب الإيجابي من الجانب الصعيب خالي قاسر مجي الإنسان لا يبقى يأخذ من بينه وراسه فهم يختار تمرامه يخوف من الناس أن تستضعفه أو تأخذ منه لكنه يختار تمرامه وراسه وضمنه من الاستعطاف حتى يقولون أن رجاج في حال نعات الجانب الليموزين والله يروي واحدة سلبية في حياته الناس يتخرصوا في شفاقة صحيح أنه لماذا يأخذ الراس ولماذا يستعطف الناس رتوب الزمن يوم حقب نعم الدعب دور الضحية معتنا ماذا تمنع هذه الصورة كيفية؟ حقب وكثريت الوقت بالنسبة لكم كيفية أو لا كيفية كيفية أي أشخاص في العالم كيفية أي علاقة في العالم شيء طبيعي كل علاقة تمرر ومشاكل تمرر بتحجيات ما خالقه علاقة ورجية مع ذلك كامل ما الذي لا يظهر على حد أن نعات كل شيء في الإنترنت والذي نحاوله نحن نعدله أكثر أكثريت الوقت حاوله مكسيموم لأنني لا نعاته أمور شخصية حياة شخصية ياسر نظر عنه كيفية أشخاص كيفية أشخاص كيفية أشخاص يتخشون رأسه كيفية علاقة 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 يجعب لك ليصلح لك وخلي عنك الأخر فعلا نتعرف على ماما والسدوم أكثر في حياتكم التومة مثلا نتكلم عن المستوى الدراسي للسدوم كيفية علاقة كيفية علاقة وما تخصص يا أشخاص ما قرأه أنا أعلم المعمارية وصراحة أشعر أن منحظ أن يسعر بياس لا ينام وهو صعب وما نفسه أغير أحد لا يأتي ولا يدخل ولا يعدوهم نفسه مستعد على أنه يدخل في ذلك الحرب وإذا كان قرار صعب لا يعد أنت تبقيه نحس على أن هذه المعمارية فهنا لا يدخل أي فن ونخرين وبنسبة لأماما بالنسبة لي أنا قبلت بك دائما الجزويت وقعدت سنة مستعراحة لأنني أعرفت تخاصيلين منذ ذلك دخلت لأنقلي وبدأت هنا في الجامعة وقد دخلت لأنقلي لأنقلي هي لقاءة جيدة وكنت شاكة لأنني أتطور في ذلك اللقاء لأن جاءت لجامعة ودخلت وبدأت لقرأة هو للعكس يقرروا ما من الأدب الإنجليزي وما من المواد الأخرين معهم كالفرانسية والعربية ولا عنده علاقة بتقوية لقاتك أنت كشخص ولا عجبني ذاك ثم قررت لأنني أوقف لأن نلود التسجيل إن شاء الله وعلم النفس علم النفس وعلم النفس وعلم النفس وعلم النفس وعلم النفس صحيح صراحة رواية زينة زينة ماما وصدوم قدمت على أنكم تعودوا الحمد لله يا أسرة ما هو تقريبا نقولوا تجربتكم التومة في الزواج ماذا يحدث؟ صراحة تجربة زينة فهمت نقول الآن لابد من أنت تعرف ذا الشخص اللي يعد معك 24 ساعة لـ 24 ساعة ذا الشخص اللي يعد لابد من أنت تعرف على أنك قاد تتمعه وقاد تصبره ولا يجب أن تصبره ولا يجب أن تصبره لا يجب أن تصبره لا يجب أن تصلح لك لا يجب أن تصلح لك فالأحرى خائمة فهمت تبدارك ترقاج مسؤول ياسر من الأمور تغيرت والحمد لله إن شاء الله يوافقك مولانا والذي فياسر من الأمور ومع هذه القسمة التي لا يتخلق فهمت ستتوجه عنك ماما ماذا تجبرتك أمور مشتركة في هذا الزواج؟ فهم ياسر من الأمور لا يجب أن يفهم ياسر من الأمور وقابل أحرى سؤاليات يجب أن أقول في السنة الماضية قلت لك أن أماما لا يجب أن تحصل لك نحن نحن أماما طبعاً أكيد شبارتي من ناحية تؤمنك شفت الشخص الذي لا يتقعد معه مكونا مع الأسرة يجب أن تحافره عن ظهر القلب فهمت أنه على أبصر التفاصيل لذلك نتعدل لك نتعدل لك الخطوة نتجير الزواج لأن الزواج لا يجب أن تنصدق وكيف ياسر من الزواجج يتخيموا يقعدوا كانوا متباقين غير ما كانوا متفاهمين لكن الحب هو أساس الزواج يتخيموا وعلى أبسط سبب يصطدموا ويضايقوا ويتفرقوا ما هي الرواية التي ترى أنها تغيرت في الدوم عقب الزواج صغيرا أكثر مسؤوليين لم يكن مسؤولة أكثر مسؤولية وليست زاد مسؤوليته والمالي يتحمل لك المسؤولية ما تهرب منها مسؤوليات سد وشина تغيرها عقبا صراحة نفس الشيء نحس الاعتماس نعتمس الي أكثر نعتم اهداء نعتم اهداء نعتم اهداء في الدماغها ولما نحس الاعتم اهدأ في الدماغي ونعرف ذلك أغنائي بشأن كنا نحن 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 نغير فعلا في شخصيتك أنت أكثر اندفاعية ينطبق على الاسسل المرشف منك السؤال كان محضر والله ما كان أمه محضر والله ما كان نحن محضر أعوذين لأنك مسويني أنا عنه مسوين لكن أنت مم شفت كله في شخصيته صراحة ما يصبرون ياسر وما يصبرون ياسر ما يصبرون ياسر فهم لا أريد أن يزواج لا أريد أن يزواج أريد أن يزواج أريد أن يزواج في شخصية كيف تفتح؟ كيف تفتح؟ أكثر اندفاعية أريد أني دائما في المدفع لم تتعلم كما كنت أتحسن معك لاحظت لاحظت أريد أن أنا لا أريد أن تفقع دائما في العجلة لا أريد أن تفقع بل عجلة أشعر أن أخلاق لأنني أصبح أكثر 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 كيف تفتح؟ أكثر 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 أصبح أكثر 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 أعتقد أنه في مستشوات الأخيرة وأعتقد أن أستطيع أن نعود الأخرى المعتقد أنني أجابة ... توجد أي تجربة كبيرة مع الشعب الموريطاني فعندما أصدراد الشباب أشبائي المعادة قد يقول كلام معها يقول ليسلي Deaf أعتقد أنه تجربة طويلة وقد أصدقل دائما على دفع وقد أصدقل الروحي أنهم اصدوا الصيع كما يقولون للخمسي قامت بسيكولوجيا أن أتعلم في مدينة في شارع أحد يجب أن يصور معي في مدينة 8 يقول أن أردت من يوضع يأتي بشكل مدينة يأتي بشكل مدينة أتعلم الشيك من الناس أشعر أنه ليس بمعرفة أما لا تشعر أنه من جانب المسئولية التي قلت دوني أنه هناك الكثير مسئولية أشعر أنه رافض المسئولية لا أشعر أنه لا أشعر المرتبة أنا قلت مع أما أن أخبرتني في مدينة واحدة قرأتني بها أعطلت لك أفضل مفتاحة و أمامك، و أمامك و أمامك و أعطلت لك أن أعطلت لك و أعطلت لك أن أعطلت لك أن أفهمتها أول مرة أخرى يشرحها صراحة قد أشرحتها و أولا أنه بطريقة طريقة أعطلت لك أن أفهمها أكثر أردت لك موضوع الغيراء ما كان الغيراء؟ واو، الغيراء أيكم كنت أردت لك أنه من أسابقال و أن أعطلت لك أنه من ذلك كن أفهمت للعرس و قالوا أنه رأيك بأن أسترحت و أعطلت لك أنه و أقوم بطريقة و هو مقابل أعتقد أنه يكون مصادرة ما هذا السينما؟ هذا سيكون هناك مشكلة كبيرة بحق التأكيد ما رأيك؟ أنا كم أشعر فأنت أعرف أن أخيرا أني يصدر مع هذا الرهن أخطاء المرأة أو أي غلط على المرأة لا يصده على الرجل هو الأول الطبيعي وفي الأن أشعر أنها مدعوه في مرة أخرى سوف تجد على تضرر يقولون أنها أخطأ المرأة أخطأ المعادة أخطأ المرأة أخطأ المرأة أخطأ أنها أحسنت أنها أشعر لي من المسؤولية والبيعات هل تشعر أنك تحمل المسؤولية أي شيء؟ لا نتحمل كل شيء صراحة نتحمله بعد كزوج يالتي دائما نقول لك رأيي في ذا نعطيك الأمور اللي تتقدي تعدي ما ترعي فيها أنا نقولها لك نفسها لك نقول لك إذا أدرك لا يخلق لا يخلق الأمور غريزة الرجولة دائما نخالك لأنك أنت عيالك والله أمك والله أختك تشوف واحد من المكاشر على رأسها لا بدأ لك من تقولها تريد لك الغيرة الفطرية؟ تريد لك رأسك بلاقرو بلاقرو تريد تنفقها بلاقرو تريد أن ترى مد أخرى في بيبليين صراحة نتحرك أدرك أماما 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 كفنان كبير موريتان ومعروف وعنده رسائل يأتي ما سيطلب أماما أرى ما تقول لك؟ تقول لديك قيوريا أنا قيوريا أصلا يقارم لي مول درشتب هو مجنوع أنا لا في حدود أنا قارة لا مشيق عيير قال هذا كامل قاعي ينحل كامل بتفاهمكم وتمو وخطوطكم حراء اللي تطرحوا في العلاقة كلها نعود حافظ لأن رواية تفقع فلانا وذيو تفقع فلانا ما علي أخرك شيء هو يعود يتفادها وطرف الآخر يتم تموناك واضح وشن هي أكبر صعوبة جبرتها من عاقبة زواج؟ كبار صعوبة زمينا أعلن لكم في بداية العر السبوع الأول السبوع الثاني تقعدوا كلكم مبلوغ رواية نصيحة أعطيتها أنا قبضوا للمقابلين على الزواج لا تقعد أن تشي مبلوغ وشاك عينك ما في كلها تحتك وتم لا يقول لك أفادي تنفقعي ليس جيدا أنا لقد قبل أن تغيري تقعدوا أن تتبقى رواية قرب أول فترة أبدا لقد قمت بصحابه لا تقعدوا بالحفظ وأخشحتهم الناسبة دون واضح واضح وفي حال سوى الشدون ماذا هناك رواية التي تفقي تغير في أمهم؟ رواية ما ترغيب فيها؟ أليس فقط لا أقول أنني صراحة أنا تقولها لك نقول أليس كيف رواية مالطب الجديدة التي ترغب فيها؟ لا لأن دورها تمتع رقادة للعكس رقادة 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 قال لي نهار بيت حياتي اللي اعطى معاي قلت لك فر قلت لوقت اللي اعطيت وحدي في المحاك صراحة بالنسبة لماما شنية رواية تبقى تغيري في صدوم ما نبقى تغيري فيش صراحة موشي موشي لا شخص معينا علاقتنا لا شخص ومشي شخص نمط حياة لا شخص لا شخص لا شخص لأنه يتطور ما تطوره نشعر على تطور فينا كان العلاقة تطور سنرى نرى موشي لأي متزوجين لا بد لهم سماحين رواية هذه رواية مهمة لا تشوفه عقباك تطرح غرورك إليه تعرف علي أنك وهو ضد العلاقة بدلاً من أنك ضد هو أنت هو ضد المشكلة قلطت أنت وشركك ضد المشكلة بدلاً من أنك ضد هو ينقض لقاج لابس من غرور والتحج ولا ينفو زانا بدل النقاش ولا ينفو زانا بدل لا يصلح شيء شوف هي أنا اللي نفقع هي ما تسل الحرف ما تكلم الله جازي أبيلي إذا وعر أنا في قائع يومهم زيني ندخل موضوع ثاني سيدو ماما أجبرت هجوم كبير في فترة كنتم عادلين فيها أفن مع باربي ماذا هم تفاصيل المردة كما بدأت كما وفايت أنا أكاسي عليكم كيفتوا صراحة تختارت تكلم أو تكلمانا؟ نعم نتكلم كامري شوفت بداية المردة ساهم في علنها تكبر عن قدة علننا نحن مشاهير صراحة نحن نقول المشاهير عليهم ياسر من الضغط مشرك لهم دائما كما تدخلوا نحن نعيد نحن نعيد أفنك نحن نعيد أفنك نحن نعيد وأنا لا أريد أن أقول شيء خاسر لأي حد لا أريد أن أقول شيء خاسر للموريتانيين وأنا من موريتان وموريتان من يعني حصيت أنك مبعرت أكثر من الذي؟ حصيت أنني مبعرت أسوف يا قير مولي في نفس الوقت أنا أبشر يا أخي أعتذر مولي؟ أنا جيت معتظر أعدلت فيديو وشاعة وشايف واعتذاري وقبله والله جازي بخير يا قير مولي أنت معدل أنك معدل أنك ماناك رقائج طبيعي يا أخي يفهم أنك رقائج طبيعي وتحس كيف الناس كاملة صدّوه ماما جبرتوا مشاكل في المجال بالتحديد على عكس التعلاق زواجكم مجال لاش؟ مجال السوشال ميديا والفن على أنكم مادة معروفة نحن مساعدة يتخيمنا سابقا نتخيم ونطرنا بروسنا عن ياسر من الرواقج وياسر من الخلق عن تراجنا أيضا لذلك قبارنا الوقت في أن نتعلموا من أخطائنا وعلى أن نعرفوا لين نعدلوا في حياتنا المستقبلية وعلى أن نتعلموا أحدنا وعلى أن نتعلموا معنا لذلك قبارنا عاونتنا لنا وعلى الزواج مستعدين وعلى أن نتعلموا في حياتنا ياسر من الخلق فهمت أني لا بدأ لك من خبرة قليل من البدايات وتجبروا الناس يدخلوا في حياتكم لا يجب أن يدخلوا في حياتنا والذي لا نسمحوا لحد به لا نتعلموا لحد طريق نحن أكثر للهين نعديوا صورة في بلدنا حتى أهلك لا تدخل من حياتك الزوجية نعرف لماذا؟ في الأن أنت صبح حسان حراجلك وتبقى أمك مزات عنده نظرة لا خطأ فاتح لا أعرف ما نقول لا نتعلموا لا نتعلموا نهائيا نحن أخبرت you لا نتعلموا نهائيا لا يتعلموا لا تقالوا لهم لا تتكلموا لهم لا تتعلموا لهم وعندما يقولون أنهم متروا لهم لا يتعلموا لهم إذا كانوا يتعلموا لهم أنت في لحظة غضب و أخبرتهم أن تتكلموا لهم لديك دائما تظهر زوجتك بشكل صورة لا تتعلموا لكم لن يجب عليكم نفس السؤال بالنسبة لك يا أمي في المستقبل أن أعاد لديكم طفل أو طفلة ما هي الصفة التي تصدقون تبقى تعود لكم وطفل حنون أختيت تعود لديه أمي حنون أكتشفت أن أصدقون حنون من الأسابيع الأولى ونطق سؤالي يعد معاكس له ما هي الصفة التي لا تبقى الصفة التي تبقى تعود لكم لين ينفق عليك الحنية تحاول قسوة أكبر تناقض مية في مية بخارة الحمد لله ما تطول ما تطول لأنا رقاش أنا بفهمت سعرنا بيضا شكرا رأسك لا نبدأ أقول لك طبيعتي لا أعني شكل برأسك أنا أقول لك أن ننفق على حالة ونحكم فيها وطفة ونأتظر أقول لك يا أخي العدل الثاني موصل نعترف وبالنسبة الرسدوم ما هي الصفة التي تبقى تعود لكم الله منكم صراحة نختار من تتعرض كيفما تتعرض تتعرض معناها إن شاء الله لديها الإرادة المتينة إن شاء الله تبارك الله أشعر أنها لتحكم عنها رواية تقدر تعدلها بها مثل أنها لا تقدر تعدل رواية تتسل دمعتها لهم تتعلم تقول لك أنا كما ما قديت نعدل بسمحالي تعدلها بدم وتعدلها ويناد ما لديها إرادة تبارك الله إن شاء الله وماذا تصفها لما لم تتحدث لها وليك تحتاج إلى تحكم كل صراحة متأكدة متأكدة صراحة نهتفقع ما تتكلم ما تتكلم البداية ما تتكلم البداية ما تتكلم البداية أنا تتفقع قلت ما أصبح إلى أخير ما تتكلم قالت لي مالك لا بد أن تسور سبعة مرات لا بد أن تسور مئة مرة كانت تجاوبني كانت تناقش معي خطأ كبير حد ما يناقشه تصبر شفتوه كيف تبرد و يقبل الطرف الأخر مساحتك و تقبل مساحتك يجو و تجو و مقتنعين خطأك الثاني نعدل و تحكم فيكم مشاعركم و كلكم نعطا عنه الأخر لذلك تحانو نتفتو تبرد و تجو و تناقشه أنا قاع ماني من فقع يا أخي أنا نعود عدة رواية ما نعرف شنه شوف لا ما وعليك نقول ماني نفقعها عيات ما تجاوب من بداية نتفتو تكلمين فمتتسولت مالك يا كل ما هيكلمين فمتت لين أفري فمتتنين فتجاوب نجا تسول مرات بعد انسيستي عرفت انك تخلت مشكلة نقول لك أنا مضارك نقول لك و شباب كامل و أنت تقصدها نحن نبقى كثيرا ندخل عقلك انتية انتية تريد من فقعه و يجيك يسود كثيرا و لا أعرف اللي لا تقصدها النقطة التي توقعه توقيت و تقصد نخطير توف لا يعرف المرات ما يعرفون لش نقص عقلك أنا أختان حيني نبرد حيني نبرد كاني قد تتكلم معك بعقلانية ما يعد متحكم فيها قلبي عبدالعلي تسول 100 مرة توقف تسول 100 مرة لعب للمضمون نعم للمضمون يا مأمون واضح واضح تسول المرة تسول المرة تسول الحكمة واضح بوجه لصدوم مرة أخرى صدوم من البودكاست الماضي إلى وقت تصويق البودكاست الثاني ما فترشفنا لك عمر جديد لديه مبلوكي شغلة صدوم شني صراحة نختار نقول لك لأني ما فوت وما نعدر شي أنا بعض شوي يعني ذاك الجو كنت أنا من نفسي نختار مبعد عنه فهمت ما قالي علي دائما نعود في الترندات ما قال علي نعود يوكلم عني فهمت دي طبيعة فيه يغير أنا مؤسمي يعني أنا مليارتست وعندي جمهور كبير إن شاء الله فهمت والأعمال دي نفترة كاملة واحل في كنت اللي هي الأعمال ومتبارك معنا سيجل أول آلوبم لي إن شاء الله اللي تود فيها أغنية معدلانا وهاشبايا حبيب أغنية اسمها الحب أعمانا الحب أعمانا تتمثل صراحة ياسر من الخلق الموريتان هون تمثل ياسر من الشباب نحس لأن القصة كليب اللي يعدل حبيب إن شاء الله هو اللي يتكلم عنه اللي توقع أغنية أخرى ماللي فيتيرينج عند ياسر ما غاني فيتيرينج ولي يعدل معه أمتن بطنسيال في ميزيك من الشباب هون فيه اللي فيه اللي صراحة نحس لأن أمتن مواهب عندنا هون يعدل معي فيتيرينج وليزيدوا لألبوم حتى وإنفيتهم كاملين ماما السنة الماضية تكلمنا والله تكلمت أنت عن قضية الاكتئاب والعلاج النفسي وأنك تزوري طبيب وموارك فيهم ماذا كانت الطريقة التي عاونك في السدوم؟ أنك تتخطي المرحلة والله الطريقة التي تعالي شو بها معه إكتئاب أي مرض نفسي أنت هو الشخص الواحد الذي تتقلب عليه قال طبعا محيطك أهلك وشريك حياتك يعاونك بالنسبة كبيرة يعاونك باشصة لأنهم عدوا متفهمين للمعض الخالق لك ومتفهمين لطريقة التعاملك معهم إنها ماهي رواية شخصية أمانك زاد ذال الطريقة التي يتعامل بها معهم تمانا قاصدها لذلك يتفهموا شريك حياتك ليس سهل عليك ياسر من الشيء في الواقع المريض دائما يتعامل لا يتعامل للمعض الخالق لا يتعامل للمعض الخالق لذلك يتعامل شريك حياتك متفهمة كبيرة مع عينه في عاونك بأي طريقة وصدهم كان متفهم والله وصدهم ماهي طريقة التعايشك مع ماما وفضل لهذه الظروف التي تأخذ عليها نحس لأنه يأتي دوري كبرتنير ظهر لأينا لا بدأ لي من لا بدأ لي من تحمل ذلك المسؤولية نحس لأنها مسؤولية أنت رجاج بأينا لا بدأ لك تحاول تخفف عليه أي ضرر عنده أي إحساس تحلل لك توقضه عنه تحلل لك تقلل فيه ماكسموم لا بدأ يبدأ المجهود مانع لأنها ياسر من رواية لا تختار تسمع عن وقت تماما لا بدأ لي من تقول له لا بدأ لك 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 لكن أحد يتم يختصر نعم مهم لا صالح لا 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 نعم 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 لديك فكرة عن الإنسان عنده مرض نفسي والله نعم 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 هل أن يشارك مرضاته مع الناس؟ نعم أن يشاركه اعجب Volvo سابق سابق انا نختار نقدر يوم جابر ياسم تقدير ولا يكلم عنهم دائماً ورا ياسر من الشغلة هنا ورا الأضواوته منه من الناس اللي معينا في دوميني منهم حبيب حبيب ذكر قاعد نحس لانه رجعش تل ما تلونتش يا يا أخي نحس لانه لا بدالوا من الصراحة ما عاش نقول ذا الالبوم اللي مسجلين ذا اللي شفت من قدرات عند الراجل وذا اللي شفت من رواية اللي خلاني نتطور في ميزيك خلاني نفهم ميزيك اكثر صراحة نادر لان الناس في مجال شوفوا لال فنان لا يعرفوا لال فنان أنا بودكاست الماضي مع قلتي التجربة ما عرفت ما عرفت كاني نذكر اسم الرجاج اللي ورا شغلتي يا أخي أنا أغنية فارقونة يا أخي أغنية إثرتة الموريتانية كاملة نختار نعلم ونعلم مرة أخرى لأن ذلك الغنية كانت من إنتاج الهادي والسيد أهادي يا أخي من أكثر ناس تلونتش ولا يظهر دائما دائما ورا لضواء ورا السطور نحتاج أنكم تذكرونهم نحتاج أن نقول لأن الناس لا يجعبوا شيئا لا يتوقف يأثير من العمل سوف يديني مرة أخرى أنا متأكد على أن أفهمت من الناس نشاهدك نحن حكم في الأول مرة أخرى هناك قتلة أخرى فقرة الظرف آخرين ممتازين لا أعرف صحة طبعا وحنا لقد جيت إلى اليوم الظرف الذي فيه يعرفوا أني وضعتم إذا فهمتم تستعاملوا الخ لا يوجد لا تستعادلوا تردوا لا عن رأت ولا أذن السنيعة بسم الله بتحب طريقة ما شوفوا كاميرا لا أحتاج المعرقان من يفتحها تقاعدة مقرية لاشتري تمدونها لا لا هذا اللي متحفوالي لا اللي متحفوالي طبعا معاكم تكرمين عنهم لا 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 أتكرموا عنهم لا 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 شوف أخشوه مرة أخرى آخر شيء نقول لكم ماما مشكورة أنك جاءت البودكاست ونختار ونعرفوا شنوه رأيكم في بودكاست مشاهير في الجزء الثاني صراحة نحس عاد في هذه الحلقة اللي سبيشال نحس عاد أسئلته أكثر عمرا عاد قربه البودكاست من كان المراد فيتا كان كير مقابلة مائل شوية مقابلة مائل شوية مقابلة لك عاد بودكاست حق بعض حوارات وأكثر وانا مائل لابس كوستي حق بعض الحمد لله أنك لابس ماذا أريد أن أصدق البودكاست؟ البودكاست نحس كذلك كذلك لكن نحس لأن نقاش رياحي أكثر كذلك ختاما متابعي الكرام شكرا أنكم خرصت في الحلقة أجبكم إن شاء الله في الحلقة جديدة نرسي نرسي لكم كاملين كذلك خويا اشتركوا في القناة